السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? اهلا بكم معي النهاردة وصفة جديدة من وصفات اميرة القاضي. تعالوا بينا لو معنا بقى معلقتين من الشفان وبطين نعمل كده وجبة سريعة. آآ ممكن تنفع الفطار الصبحة او تنفع كمان صحور في رمضان. يلا بينا نبدأ مع بعض. عندنا الطبق بتاعنا هنحط فيه معلقتين الشفان اللي معنا. وبعد كده هنجيب كوباية من اللبن الحليب بس تكون سخنة شوية. علشان ننقع فيها الشفان اللي معنا. ونبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض كده ونركانهم بقى على جنب لحد ما نحضر بقية وصفتنا مع بعض. بعد كده هنجيب بولة فاضية وهننزل كده بالبطين اللي معنا. ونبدأ ان احنا نضربهم كده بالمضرب اليدوي ضرب سريع لحد ما يندمجوا كويس جدا مع بعض. وبعد كده هجيب معلقة من الجبن الكيري او اي جبنة موجودة عندنا ممكن نحطها كده على البيض اللي معنا ونحط بقى رشة فيل في الاصمر ورشة ملح. وهنقلبهم تاني بالمضرب كده لحد ما الجبنة تمتزج كويس جدا مع البيض. وبعد كده هنجيب بقى الشفان اللي احنا نقعينه في اللبن. بصوا الشفان متصق كل كمية اللبن اللي احنا حطناها عليه. نبدأ ان احنا ننزل كده بالشفان على البيض اللي معانا ونبدأ نقلبهم كده كويس جدا مع بعض. بعد كده هنجيب بقى معلقة صغيرة من الدقيق ونحطها كده على البيض والشفان ونقلبهم كويس جدا مع بعض كده لحد ما احس ان القواية امتقل معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده هنجيب الطاصة ونحط فيها معلقتين من الزيت. ونبدأ نوزع كده الزيت في كل الطاصة بتاعتنا. ونجيب بقى البيض والشفان وننزل بهم كده. في الطاصة ونبدأ ان احنا نحطها على النار. اهم حاجة ان النار تكون هادية ما تكونش عالية علشان ما تدينيش لون غامق من تحت. وبعد كده هنغطي عليها. وبعد ما قعدت حوالي عشر دقايق كده او سبع دقايق على النار. هنبدأ ان احنا نقلبها طبعا عايز اقولكو تاني ان هي على نار هادية. هنقلبها علشان نشوف بقى من تحت آآ اللون بتاعها. بصوا لونها حلو جدا اللون مبارك. لونها دهب ياهو. وجميل. نسيبها برضو حوالي كده دقتين على الوش التاني علشان تاخد لون برضو حلو. كده خلاص الوجبة بتاعتنا ووصفتنا خلصت معانا. هنبدأ نحطها كده في طبق التقديم. وهنرش بقى شوية الشابت كده من على الوش علشان يديني برضو قيمة غزائية عالية وكمان يديني الشكل الحلو للطبق بتاعنا. تعالوا بقى نقطعه كده ونشوف الصنك بتاعه ونشوفه قد ايه كل حاجة فيه مستوية. بصوا ما شاء الله صنكو حلو جدا الله مبارك وكل حاجة مستوية من جوة وغير كده اللون الجميل من على الوش ومن تحت كمان آآ دي كانت وصفتنا النهاردة يارب بتعجبكم ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا الفيديو اللي جاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة